اه خلينا نروح للأخبار اللي عندنا النهاردة في البيت الكبير راح أسلبية العمار حمدي وتدريب منفرد لمحمود وحيد النهاردة زي ما حضراتكم عارفين مازال بيتسو موسيماني بيواصل مع اللاعبين التدريب على لان زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله يوم الخميس القادم هتبقى أولى مباريات الاهل في دوري الرابطة أو كأس الرابطة المحترفة اللي هيبدأ ان شاء الله بأولى مباريات الاهل هتبقى يوم الخميس القادم عمار حمدي حصل على راحة سلبية الجهاز الفني أيضا حرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد عنده نزلة برد لو كان عنده كورونا كانوا طلعوا قالوا عنده كورونا فيعني هو عنده برد دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال انه سيقوم باجراء مسحة طبية جديدة غدا لسوداسي الفريق الذي جاءت مسحتهم اجابيهم رامي ربيعة ياسر إبراهيم بيرسيتاو ولويس ميكي سوني وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا أكد أيضا أبو عبلة انه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم التي جاءت مستقرة وجميعهم سيقضعون لمسحة جديدة غدا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر